كان يعتقد في بلداننا أن هذا النبات مجرد حشائش ضارة لمحاصيل الزراعة ولا فائدة يرجى من ورائها لكن أثبتت الدراسات الأخيرة للعديد من الدول المتقدمة أن هذا النبات له فوائد علاجية للعديد من الأمراض الإنسانية الخطيرة وكان يستعملك عشبين طبيين في عديد من الحضارات القديمة وحتى الآن لا زال يستعملك غذاء وله فوائد كثيرة وأضرار أيضا وإن أردت الاستفادة أكثر شاهد الفيديو إلى الآخر حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم أتمنى أن تكونوا بخير وبسحة جيدة اضعوا على أعجبني كالتشجيع لنا لنشر المزيد وحركوا الجرس ليس لكم كل جديد واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرهم والآن سنبدأ موضوعنا عن الفوائد العلاجية والطبية لنبات التفاف الطريق بعد هذا الفاصل ستابع منا ولا تذهب لأي مكان آخر ويعرف نبات التفاف الطريق بأهميته العلاجية التي لها تاريخ طويل في الصين ولقد أرخ لها المؤرخون قتب عديدة ومن أهمها كتاب شين نونج العشبي الكلاسيكي حيث قال فيه كتابيا أن نبات التفاف الطريق قد استخدم في الصين منذ أكثر من 1800 عام أو ما بين 1000 و2000 عام وقد استخدمها الشعب الموري الأوائل ويستخدم النبات طبيا لأنه يحتوي على مقونات كيميائية مهمة مثل القلويدات والفلافونويدات والكينونات والفينولات والصابون والعفص والجيكوسيدات التي لها خصائص مضادة للمكروبات ومضادة الأكسيدا ومضادة للالتهابات ومضادة للسراطان يحتوي النبات على معادن مختلفة منها الكالسيوم والمغنيز والنحاس والحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والنيتروجين كما تم التعرف على العديد من المركبات المغدية مثل أحمد أوميغاغ 3 الدهنية وفيتامين النبات لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض التي تصيب الإنسان أهمها الكبير والكولي والتهاب الشعب الهوائية والربو والسعال والحروق والجروح واختلال وظائف القلب والسكاري والالتهابات الجهاز الهدمي والسراطان وقد تم استخدام التفاف الطريق لجلب الحيد المتأخر وعلاج الإسهال يستخدم اللاتيك الموجود في النسغ في علاج التآليل ويقال أيضا أن له نشاط مضاد للسراطان يعتبر عصيد الجدعي مدرا قويا ومسهلا ويجب استخدامه بحذار شديد لأنه يمكن أن يسبب المغص وقد تم استخدام العلاكة كعلاج لعادة الآفيون يتم تطبيق الأوراق بمثابة كمادل التورمات الالتهابية منقع الأوراق وجودور طارد للحماء ومنشر ويعتقد أن الفوائد العلاجية لنبات التفاف الطريق تشبه إلى حد كبير فوائد نبتة الهندباء وتشبهها كذلك في الشكل حيث يفرز جدعها العصير حليبيا كريميا مثل الهندباء والذي كان يستخدم كعلاج للثآليل كما يعرف هذا النبات باستخدامه كعلاج عشمي للتسريع الولادة وعلاج مشاكل الجلد والعين وتجديد رائحة الفم الكريهة والآن سنتقلم عن الفوائد الغدائية لنبات التفاف الطريق بعد هذا الفاصل الأجهزاء الصالحة للأكل من نبات التفاف الطريق أفضل ما يستخدم للغذاء هي النبات الطريق الصغير نيئ أو مطبوخ يتمتع هذا النب بأوراق ذات مداق أجمل وعادة ما تكون ذات نكهة خفيفة مقبولة خاصة في فصل الربيع يمكن إضافتها إلى الصراطات أو طهيها مثل أسبانخ أو استخدامها في الحساء وما إلى ذلك تحتوي الأوراق على حوالي من 30 إلى 40 ميلي جرام من الفيتامين سي لكل مئة جرام 1.2% بروتين و0.3% دهون و2.4% كيربوهيدرات و1.2 رماد يتوفر أيضا تحليل الرطوبة الصفرية قد يكون من الأفضل على الرغم من أنه ليس ضروريا إزالة الوخزات الهامشية أو الجانبية للسيقان مطبوخة مثل الهوليون أو الراون ومن الأفضل إزالة الجلد الخارجي أولا فهي خشبية وغير مقبولة للغاية ويتم استخدامه كعنصر في أطباق الربيع التي يتم تناولها من أجل الصحة والحيوية فأوراقه الطرية الصغيرة لهانكة تشفيه الخص في الحين أن الأوراق الكبيرة والسيقان يمكن أن تكون مرق يعرف هذا الطعام بإسم بوها أورارك وهو طعام منتقليدي يأكل الشعب الموري في نيوزيلاندا عند طهيها لهانكة تذكرنا بالسرق وفي الجزء الآخر سنتكلم عن أضرار نبتة اتفاف الطري لمحاصل الزراعية وعن فوائدها كغذاء للماشية بعد هذا الفاصل يعتبر نبات اتفاف الطري في العديد من المناطق أعشابا ضارة لأنها تنمو بسرعة في مجموعة واسعة من الظروف وتسبح لها بذورها التي تحمل والرياح بالانتشار بسرعة نبات اتفاف الطري المعمر الأكثر ضررا من الناحية الاقتصادية لأنه يمكن أن يزاحم المحاصيل التجارية وهو مستهلك كثير للنيتروجين في التربق وقد يستنزف مياه التربمية الأراضي التي تركت لتبور ويمكن أن ينمو وينبت نباتات إضافية منه جذور زاحفة ومع ذلك يمكن بسهولة اقتلاع الأشواك باليد كما أن سيقانها النائمة لا توفر مقاومة تذكر للتقطيع أو القص ومهما كانت أضرار اتفاف الطري فإنه ليس غازيا كابن عمي التفاف الزيتي الذي يعتبر من أشد الأضرار على المحاصيل الزراعية ويستحوذ على مساحات كثيرة ويقضي على النبات المحلي وهذا النبات قد يكون سببا في تجمع الآفات والحشرات الضاراق للمحاصيل الزراعية كالمن والخنازير والأرانيب التي تكون سببا في هلاك المحاصيل الزراعية الأخرى لكن نبات اتفاف مهما كان ضارا فهو يعتبر مفيدا وأظهره الصفراء اللامع التي تجدب لها النحل العسل الذي يحول رحيقها إلى عسل ويجذب الفراشات الملونة التي بمجرد النظر إليها ينشرح الصدر ولا ننسى فوائده المهمة للأبقار والأغنام وجميع الماشياء وللأرانيب كذلك وقبل الختام أريد أن أسألكم هل توجد هذه النبتة في منطقتكم وما تسمونها بلهجتكم وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر